واللعيب المصري دلوقتي يا فرقات ما تدارش تمسكه يعني ما تضمنش اي مباراة انت تتوقع نتيجتها تقول مثلا ده كسب بقى وخلاص السمرارية هو بمرة واحدة تلاقيه الجونال النهاردة يخسر النهاردة وكان عامل مباراة كويسة جدا احنا و احنا بنتكلم على نادي الزمالك و ما احنا اللي بنقول زيزو لعيب من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر بقوله كام سنة لان هو اكتر لعيب من اكتر لعيب اللي محافظة على المستوات اللي احنا بنتكلم فيها دايما ان اللعيب صعب ان هو يحافظ على مستوات ما بين ماتش و ماتش ما بين شوت و شوت انما زيزو بقدر الامكان يعني محافظ لكم سنة اللي فاته تعرف ليه لان هو بيش شغل على نفسه وبركاته يعني زيزو انا شفت طرق حامد مثلا في ناس زمالك هو لا يعتمد على طرق حامد اللي هو في التمرين وليه شغله الخاص اللي بيشتغل به ليه لايف ستايل بتاعه ليه شغله اللي هو بعيد عن الملعب الكلام ده بيساعدك في الاستمرارية في الملعب وبيساعدك في الملعب ان انت يبقى عندك ثبات علشان هو ما بينه و ما بين نفسه هو عايز هو بشغل على نفسه علشان هو عايز يبقى احسن حد في الدنيا صح انما خلينا اكلمك بصراحة فيه لعيبة كتير تحس انها اكدناها موظفين يعني بالصبت هو بيعمل مباراة والسوشيال ميديا وجاب جول و مش عارف ايه خلاص هو بيجي له حالة تشبع مطشين تلاتة اربعة خلاص لكن اللي السمرارية ان واحد يفضل زي زيزو سنة و اتنين و تلاتة و اربعة انت بتقول هو ولا مين احسن لعب في مصر دي السمرارية دي هو ده اللعيب اللي هو الكبير اللعيب اللي يعتمد عليه اللعيب اللي هو بيشتغل على نفسه هو ده اللعيب فعلا انا معاك جدا في رأيك في زيزو و فيه لعيبة كده في النادي الاهلي محمد عمان عبد بقاله سنتين تلاتة مستوى ثابت مستوى ثابت يعني فيه لعيبة كده مستوى ثابت علي معلول مستوى ثابت يعني فيه لعيبة بصراحة زي ما انت بتقولي لكن فيه لعيبة تلعب ماتش وتختفي مروان في الاهلي مستوى ثابت و سمن ساعة ما جي و اشتغل مع النادي الاهلي بقى مستوى برضه كويس فيه لعيبة بتطلع و بتنزل اكيد طبعا هنيجي للنادي الاهلي ولكن برضه و احنا بنتكلم زي ما اتكلمنا على غياب مصطفى شلبي و اتكلمنا على عبدالله و ناصر برضه غياب اكيد مؤثر غياب شيكبالا برضه لان هو عنده برضه الحلول و يقدر بخبراته من هو يخلص مطشط كبير مش عارف انا انا شيكبالا و اوباما بقالهم كتير قوي يعني اوباما معهم يعني اوباما موجود ده اوباما بقاله فترة كانت خبط في دماغه و بعد كده مش عارف ايه و بعدين جاله الخلفية يعني اوباما بقاله برضه فترة مص صغيرة كان ماشي كويس جدا ابركات و اوباما انضمامه برضه خلي بالك حيبقى تغييره كويس جدا جدا اوباما يعني في عدم وجود عبدالله السعيد و ناصر حيبقى تغييره ممكن تلعبه راس حربة في الاخر الوهمي ممكن تلعبه عشرة يعني اوباما لعيب مهم جدا 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 في الناس زماني